اشتركوا في القناة بمشاركة بحثية علمية موسومة بعنوان التبادل الثقافي الأوروبي التركي العربي رؤية واقعية كان خلاصة مشاركتي هي أننا عندما نناقش مصير الإنسان فإننا بالطبع كما قال مالك بن نبي نناقش موضوع الحضارة وعندما نناقش موضوع الحضارة فإن جوهر الحضارة هو الثقافة وكما قال أيضا مالك بن نبي أن مصير الإنسان رهن دائما بثقافته ومن أجل ذلك كان الملتقى إسطنبول الدولي لتبادل الثقافات بقصد والهدف منه تعايش الثقافات نحو عالم يسوده السلام والوئام ونتبادل فيه الثقافات وتكون الثقافة هي جسور للتعايش وليست محاريبة وليست وسائلة إلى التناحر والصدامات الهدف من الملتقى الثقافي الذي شرفت بحضوره هو الإنسان ومصير الإنسان الذي لن يكون جميلا وطيبا إلا بجمال ثقافته وعظم ثقافاته وسمو ثقافاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته